زي ما أقول لكم كده هو العنوان بتاعه أرض الفيروس تجني ثمار تنفيذ استراتيجيات الأمن والتنمية خلال عشر سنين التقرير أو المركز الإعلامي وصف التقرير بطفرة غير مسبوقة ومشروعات عملاقة على سينة ومدن القناة البعض لازم هيتساءل ويقول لك ومين اللي يقول أنها طفرة ومشروعات عملاقة وأنها غير مسبوقة أقول لك اللي يقول الكلام ده هو الحقيقة والأرقام يعني إيه الحقيقة والأرقام يا جماعة يعني أي حد زحلاتي أو زي يمكن كتير من حضراتكم راح لسينة قبل 2011 إذا كان في حد كان بيروح شمال سينة مثلا فأنا كنت دائم ذهاب لمحافظة شمال سينة وتحديدا مدينة العريش بروح مع أسرتي أمي وأختي وكده ونا صغير وبروح لصديق عمري محمد أحمد يوسر البلوك مهندس محمد أحمد يوسر البلوك كنت راح نقعد عندهم في البيت يعني كانت شنية المدرسة كلها برشبتات على البلوك طول الوقت أتمنى يكون شايف إيه المهم يعني؟ سينة قيت حاجة تانية خالص غير اللي موجودة دلوقتي اللي أظن نحن كنا هناك يعني كنا مجموعة من الزملاء الأعزاء مع الشركة المتحدة وروحنا شوفنا عشان كنا راحين على المعبر بس طبعا شوفنا العريش شمال سينة الشيخ زويد وما إلا ذلك المسألة اختلفت تماما أنا مش بكلمك على القضاء على الإرهاب بس أنا بكلمك على التعمير عندما امتدت يد العمران هنا لازم تسأل وليه امتدت يد العمران دلوقتي؟ ليه لم تمتد يد العمران تلاتين سنة ليه؟ بمنتهى البساطة والوضوح والجلاء وبتبسيط غير مخل بالمعنى عشان ما كانش فيه أي إرادة قبل كده أنا أجزم ما كانش فيه إرادة ما لا أستطيع الجزم بيه ما لا أستطيع الجزم بيه إنه كان هناك تعمد لترك سينة كده بس لا أستطيع الجزم لأننا من الأبناء الحقيقة والرقم بص الحقيقة بتقول إيه؟ الحقيقة هنا وردة على ألسنة الجماعة الأجانب لأن فينا ستحب تسمع الأجانب زي ما هم بيحبوا كده يستقوى بالأجانب طيب بص يا سيدي مجموعة أكسفورد الأعمال الحكومة البريطانية نفسها في التقليل بتاعها ساعة عشرين واربعة وعشرين إيه تالي يا سيدي؟ أستطيع أن لما شوف لك كده مكتوبة لأنها مش بيناه هنا هو على الشاشة آه إليساندرو فوسكاتس الممثل المقيم ببرنامج الأم المتحدة الإنمائي في مصر في عشرين وعشرين وعشرين حلو؟ شركة أجيلتي مورونا وبعدين عندك اتفاقية الأم المتحدة اتفاقية الأم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ عشرين وعشرين وعشرين وخدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي بيقولوا إيه الناس دول نبدأ بأكسفود وهم بيقولوا أنه بتعملوا ذات السياحة المصرية على مبادرة سياحية كبيرة تعرف باسم مشروع التجليل الآظم طبعا حلالكم عارفين التجليل الآظم لم يحدث على أي بقعة من بقاء الأرض إلا على شبه جزيرة سيناء وتحديدا على جبل أطور جمهورية مصر العربية فمصر لأول مرة يحصل أنه يبقى فيه إرادة أنه أعمل مشروع عملاق للتجليل الآظم ده المكان الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى عز وجل من فوق عرشه العظيم الذي استوى عليه فرب العز سبحانه يتجلى على الأرض مرة واحدة في حتة واحدة عندنا في مصر إزاي محدش يفكر يعمل مشروع سياحي عملاق متعلق بالمنطقة دي دي منطقة حجيج ده دي اللي رب العز وصفها في القرآن الكريم مباشرة يا موسى اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى الأرض دي اللي يمشي عليها يخلعنا عليه أرض الوادي المقدس طوى أرض زيها زي دار العبادة لا تدخلها وأنت ترتدي نعل فين مصر بس بس فده اللي بتقول عليه مجموعة أكسفرد للأعمال في عشرين ثلاثة وعشرين وقالوا يا جماعة هذه المبادرة هتهدف لتطوير المواقع في شبه جزيرة سينة الجذب السياحة الروحية طبعا بطبيعة الحال هنا بقى بيتخلالها الترفيهية للمنطقة وده في إطار الجهود طيب الحكومة البريطانية قالت إيه؟ وخلي بالك الحكومة البريطانية عادة ما بتتكلمش عننا كلمتين حلوين يعني فده بيبقى من ضمن التجليات لما الحكومة البريطانية تقول علينا كلمتين حلوين عشرين أربعة وعشرين قالوا إيه بقى؟ قالوا مصر بتتخذ تدبير أمنية إضافية لحماية منتجعات شرم الشيخ والغردقة ومرسعالم والمناطق السياحية على البحر الأحمر وبتقوم قوات الأمن بإجراء الفحوصات الأمنية والروتينية على المركبات والمطارات ولم يقوموا بانتقاد هذه الإجراءات لأن هذه الإجراءات من شأنها تأمين السائح وتأمين المواطنين المصري وتأمين اقتصادي عن طريق هذا الرافد السياحي ألهام والعظيم وزي ما حضراتكم عارفين السياحة أسرع رافد يجيب لك فلوس وأكثر الروافد هشاشة طيب تعالى نشوف إحنا نسا عملنا حاجة محمود كفيت إيه؟ تعالى نشوف أنا مقلتش حوله لو سمحتوا الصفحة نقولها تاني تعالى نشوف إليساندرو كان بيقول إيه؟ بيقول إن محطة الألواح الشمسية في مطار شرم الشيخ الدولي شهادة على الالتزام بتعزيز حلول الطاقة المستدامة ويمثل هذا الإنجاز خطوة أخرى نحو تحقيق مستقبل أكثر خضرة لمصر طيب أجيلتي مرونة بيكلموا على المنطقة الاقتصادية وأدقي إن مصر قدرت إنها تعمل جهد كبير جدا فتصبح لاعب رئيسي ده شركة أجيلتي لاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي التقرير بتاع أجيلتي بيكلم على إزاي مصر قدرت تعمل سياسات وخطط مرنة للجاذبية الاستثمارية هنا ممكن أقولك ما عديش أي مشكلة على الإطلاق في إن إحنا ننقل على الصفحة التانية إلا أنه هتلاقي الكلام بتاع الكونغرس ما هواش بعيد عن كلام الحكومة البريطانية